بنسبة تصل إلى 60% تراجع حجم الاستثمار في إسرائيل في الربع الأول من هذا العام مقارنة بمثله من العام الماضي وزارة المالية الإسرائيلية التي أعلنت ذلك ونقلته صحف اقتصادية في تل أبيب أوضحت أن تراجع الاستثمارات الأجنبية تمثل في انخفاض عدد الصفقات وفي عدد رجال الأعمال الأجانب الذين يستثمرون في إسرائيل التي تعيش اضطرابات سياسية تتمثل في الاحتجاجات والانكسامات الداخلية الجارية منذ نحو 40 أسبوعا والرافضة لتعديلات القضائية التي تعمل الحكومة عليها الشركات اللي بقيت الموجودة واللي هي كان واحدة من أعمدة الاقتصاد في إسرائيل اللي هي زي ما قلنا الهايتك ممكن كتير أنه صعب عليها تندمج في الظرف اللي هم موجودين لأنه كمان رح يأثر عليها موضوع القضاء رح يأثر كمان عليهم وعلى ارتباطاتهم وعلى عقودهم الأزمة السياسية التي وضعت عشرات الشركات الإسرائيلية أمام خياري الاندماج أو الرحيل حدت من قيمة إجمالي الاستثمارات الداخلية والخارجية في السوق الإسرائيلية التي لم تتمكن من تجاوز الخمسة مليارات دولار في الربع الأول من هذا العام بتراجع تصل نسبته إلى 34% مقارنة بنفس الفترة من عامي 2020 و2022 من عكس أيضا على الحالة الاقتصادية برمتها الأزمة في تصاعد يعني احنا كل أسبوع عم بنشوف قضايا جديدة في المجتمع الإسرائيلي وعلى أخص في الموضوع الاقتصادي يعني الغلاء اللي عم بتم في معظم السلع هو شكل شبه أسبوع عم ما نشوف فيه تغييرات وبينما يعتقد 76% من الإسرائيليين وفق استطلاع للرأي نشرته قناة كان الإسرائيلية أن الوضع الاقتصادي في العام الأخير تغير نحو الأسوأ فإن اقتصاديين إسرائيليين حملوا الحكومة المسئولية كونها لا تعمل لمصلحة الاقتصاد الإسرائيلي لم يكن مفاجئا برأي مراقبين تراجع الاستثمار في إسرائيل خلال الفترة الماضية خاصة إذا ما نظرنا إلى أن الاستثمار يحتاج إلى توفر الاستقرار والأمن الذين يشكلان أبرز عناصر تنميته واستمراريته وهذان العنصران مسهما خلال كبير في إسرائيل بسبب الحالة الأمنية وتواصل الاحتجاجات على التعديلات القضائية لقنوات أبو ظبي ماجد سعيد رام الله